كده انا بريكورد هشو موسي ميش يا همي سيف بسم الله تبقى تبقى طولي بقى ماشي خلاص تمام طيب احنا يا شباب بنتكلم في شابطر فور على الرياكتف بار والفولتش كنترول شابطر مهم جدا جدا تخيل انت من بعد الميتر الفترة دي كلها كان الدكتور بيخلص فيه وخد وقت كبير قوي والحمد لله ان هو مش راحش غيره يعني بعد كده لان الموضوع كان يبقى كبير عليك قوي فهو شابطر مهم ويبقى ان هو رخم لان فيه نظر كتير والنظر ده لازم تبقى لحد ما فهم منه شوية عشان هيساعدك في فهم المسائل يعني طيب احنا هدفنا في الشابطر ده ان احنا نتحكم في الفولتش بتاع الشبكة بالذات عند الحملة تمام كده يعني انا محتاج دايما الجهد اللي عند الحملة يبقى تقريبا ثابت عند الريتت فولتش ولا يعلى قوي ولا يقل قوي تمام يعني الحالة دي مش كويسة ولا الحالة دي كويسة دايما عايزين نحط آآ كومبنسيشن عشان نحسن الموضوع ده تمام طيب طيب احنا آآ يعني اول نوع عندنا في الآآ زي ما قلت لها كده انا هحاول ايه ازبط لك شكل المسائل لان المسائل ان شاء الله بيبقى عليها درجات كبيرة جدا ومن خلال المسائل وانا بتكلم كده هتلاقي شوية حاجات بتتقال فممكن الحاجات دي تترجم على انها اسئلة نظري تيجي في المتحاني يعني طيب هنبدأ ان شاء الله في آآ زي ما قلت لك احنا محتاجين نتحكم في الفولتج عند الحمل وبالتالي عشان نتحكم في الفولتج عند الحمل احنا بنستخدم حاجات تقلل الجهد لو هو عالي وتنزله وتخلي الموضوع حاجة اسمها فلاد فولتج بروفايل يعني او الجهد بتاع السورس هو هو الجهد بتاع اللود آآ او لو هو ليل ترفعه لي تاني وهكذا الموضوع ده بيتم عن طريق حاجة اسمها الكمبنسيشن الكمبنسيشن ده مي بي يبقى كاباستور او مي بي يبقى ري اكتور على حسب الكنديشن بتاعك وهنا عرف يعني الموضوع ده مع بعض طيب انت ما تيجي تبص كده وعايزين نعمل آآ حاجة زي موديل للشبكة موديل للشبكة احنا نقوم معاملين ايه الشبكة دي عبارة عن وحاجات كتير قوي 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 وحمر تمام الحاجات الكتير قوي قوي دي احنا عايزين نختصرها في آآ في دايرة صغيرة اسمها زي ما كنت بتعمل في اي سيركت زمان يعني كل المصادر اللي في الشبكة بتختصرها في مصدر واحد اسمه الاي سيفن تمام وكل الارات والاكسات اللي في الشبكة بتختصرها في زيد سيفن يبقى الجزء ده هو كده ده التمثيل بتاع الشبكة تمثيل الشبكة تمام وبعدين بقى فلاص ما انا ده كله انا بعمل كده عشان بس اخلي الموضوع شكله بسيط كده مع الحمل وقى ده الحمل بتاعي اللي بيكون لي بي ال وكيو ال وبيسحب طيار وعنده جهد اسمه او زي ما نسميه في ترانسميشل لاين الفي ار زي ما خدنا في السنة اللي فاتت فاحنا عايزين نتعامل مع السيستم ده ونيجي نقول والله دلوقتي ما تيجي كده نجرب ان احنا نشتغل آآ المسألة بتاعتنا او الكنديشن بتاعنا دلوقتي ان احنا عايزين نجيب جهد الحمل في الوضع ده من غير استخدام اي وسيلة كومبنسيشن تمام وكلمة كومبنسيشن زي ما انت عارف هي تعويض تعويض يعني والله انت عندك الجهد عالي بحط حاجة تقلله تاني تمام طيب وعشان بقى نشتغل احنا بنقسم مسألتنا لتلات اجزاء بنقول كده تعالى كده نشتغل وزاوت لود كومبنسيشن يعني هشتغل وما فيش اي تحكم في تمام اللي منها هتتحكم في عند الحمل ما فيش حاجة هو الحمل الواحدة خلاصة عايزين نعرف فيه الدنيا هناك تمام طيب فوالله بنستنتج معادلة كبيرة قوي كده طبعا مش تقعد بقى تحفظها مش تقعد قصد تستنتجها فهتحفظ المعادلة كويس جدا طبعا انت الامتحان مش هيكون معاك المعادلات دي فلازم تحفظها كويس جدا وهي معادلة رخمة شوية في قص اربعة اتنين في البي لود في الار سيفنن ايه الار سيفنن دي ما هزت سيفنن هي ار سيفنن زائد جي اكس سيفنن وهنعرف هنجيبهم ازاي يبقى اتنين بي الار سيفنن زائد كيو ال اكس سيفنن خلي بالك البي ال هتبقى معاك بتاعت الحمل هي والكيو ال والار سيفنن والاكس سيفنن هنجيبهم بطريقة معاينة بسيطة خالص من الجيفن بتاع المسألة ناقص الاي سيفنن ده الجهد بتاع السورس او الشبكة بقى عموما باور تو تربية ده كله مضروف في في تربية يعني كل اللي قدام في تربية ده هيبقى رقم هتبقى المعادلة في قصة اربعة زائد رقم في تربية. زائد بي ال تربية زائد كيو ال تربية في فيزت سيفنن تربيع ده كله يساوي سفر. يعني في الاخر المعادلة تبقى في تا في اصاربعة زائد رقم في تربية زائد حد مطلق رقم. تمام فهتبقى شكرا لها عامل كده في اصاربعة زائد رقم هنا في تربية زائد رقم هنا يسوصف ونبدأ نحلل المعادلة دي ثانية عشان ما انتهش بس من بعض هو انت عايز ايه في اللي انت بتعمله ده احنا عايزين نعرف شكل الفولتش عامل ازاي عند الحمل وزاوة using any compensation تمام عشان نلاقي ان الجهد قليل قوي عن جهد الشبكة تمام وبالتالي تلاقي الحالة التانية بنقول طب ما تيجي بقى نستخدم compensation نستخدم compensation عشان نرفع الجهد شوية تمام طيب فاحنا هنا هنحل معادلة من الدرجة الرابعة طبعا المعادلة اللي من الدرجة الرابعة بتبقى ريخمة شوية ماشي هتديك اربع اربع قيم للفولتش تمام اتنين بالبوزيتف واتنين بالنيجاتف احنا طبعا هنرفض النيجاتف وهيبقى لتنين بوزيتف يبقى ال vi اوسة اربعة دي هتديني اربع حلوق اتنين نيجاتف هنسبنا منهم واتنين بوزيتف هم دول هنبص عليهم طيب الاتنين البوزيتف دول هناخد انهي واحد فيهم هناخد الاكبر هناخد الفهاية الاكبر اللي هي اقرب للجهد بتاع الشبكة يعني مسلا لو طلعلك سبعة كيلو فولت احنا مش مانا احنا سانية بس علشان في ناس ثلاثة ولا حاجة مش عارفين يدخلوا سيف بس يحاولي يشوف كده المشكلة تكنيكال صبورت محدش باعك يا عام غير مش ماندسة دعائه وقبلتها مش ماندسة في ناس دسة بتدخل في اتنين تانين برضو مش ماندسة دعائه بس من النتة عندها مش اكترون كده طبعا مش ماندسة اللي هي المعادلة رأس ارباعها دي اصنع رأيها لحاس باخيرها تلاتة ما هقول لي الحلو مزيد بس الثانية هاي القمرة علاقة عندي صح? او مش ظهر بس اتنى مش عارفيني كده كويس صح? او تمام طيب سانية بس هجيت قبل الشحن كده عشان اتنواي منسوس سيف انت داخل باكاونتين اصيف عشان التليفون يا عم يا ادفع باشا اتنين لما ادفع الاولين الاولى باش ماندسة يا عم سيف واحدة باشا انت جاي من طرف الغالي انا يبريك لك الله طيب نبدأ طيب ولا الناس دي ماتت بلا انا بس عشان عندي شغل الساعة تلاتة ومص فا مش عايز اتأخر طيب نحلها ازاي بقى يا شريفة والشباب تركز معايا كده نحل معادلة قصة اربعة ازاي? تمام؟ انت هتفرد شايف انت ال V تربيع دي هتفردها ب X تمام؟ اصبح الجزء ده ايه؟ رقم X زائد رقم يساوي صف طيب الجزء بتاع القصة اربعة او من تفرد ان ال V تربيع X يبقى ال V قصة اربعة X تربيع اصباحة معادلة تربيعية بقى تتحل على القلعات بس لما تطلع لي قمتين لل X خلي بالك ال X هنا بتساوي V تربيع يعني الرقم اللي طالع على القلعات بل هو X ما تنساش تاخد له لايه؟ الجزر اقول تاني يا شباب تاني تاني ال V تربيع هتفردها X فتصبح هنا X تربيع زائد رقم X زائد رقم وتحل اللي على القلعات حزبة فالقلعات حزبة هتطلع لك قيمتين ل X تمام؟ هتاخد انت جزر الناتج هتاخد جزر الناتج مش يا شباب؟ كده انت في الحالة الاولانية الحالة الاولانية هي يقولك فايند زالود فولتج وزاوت كومبانسيش تمام؟ الحالة التانية بقى طب لا ما تيجي نستخدم كومبانسيش احنا انا انا الوحيدة اللي عندي الصورة صغيرة ولا كل كده؟ اضغطي على الصورة بتاعت البشمهندس هتزهر فشة كاملة ضغطة بس ما فيش فايل ضغطي بص دغطي بص او ايو تمام خلاص تمام بس اللي بيتكلم بياخد الصورة من البشمهندس فعني ممكن نستخدم الشات بتاع التعضف طبعا عشان الحوار ده اعملوا بس بين الصورة بشمهندس ويهتزكوط طيب طيب تعالى بقى نشوف لما نستخدم كومبانسيتور ايه اللي هيحصل طبعا اكيد الجهدة يتحسن يعني كتير وهيرفع كتير لو انت عندك مسلا الجهدة كان قليل في حالة تحميل تقيل تحميل تقيل يعني هيفي لودنج يعني حمل كبير يعني طيار كبير يعني جهده قليل تمام؟ طيب تعالى بقى في الحالة التانية نستخدم كومبانسيتور 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 يعني لا اده احنا هنروح بقى نفس الرسمة اللي كانت معانا من شوية زت سيفنن ونحطين هنا اللوت بتاعنا عادي زي ما كان موجود ونيجي بقى نضيف الوسيلة بتاعت الكمبانسيتور وليكن يعني هنضيف كباستور طبعا الكمبانسيتور ده ليه طرق كتير جدا اشهرها وارخصها واسهالها هو الكباستور فبنستخدم كومبانسيتور اهو شمت كباستور يعني كباستور على التوازي مع الحم هنديله طبعا الكباستور بيدخل السيستم بكيو ما بيسحبش باور ولا بيد باور هو بيدخل بكيو والكيو دي هنسميها كيو جاما هنسميها كيو جاما الاول خلي بالك الكيو اللي كانت جاي من السورس قبل ما حطت كومبانسيتور هي اللي كانت دخل على الحمل تمام؟ فكان الحمل ساحب من الشبكة كيوهات كتير قوي على الفاضي وكأنه مصنع مثلا عمال يسحب كيو والشبكة بتحسبه على الكيو زي ما بتحسبه على بي تمام؟ طب هو عايز يقلل الكيو دي فقالك انا هحط هنا كيو بالنيجاتف بحيث ان الرقم اللي جايلي ده انا مش هاخده كله ده انا هاخد الكيو الكتير من المكسف وهاخد شوية صغيرة من الشبك ده فيه اوقات بيحط كباستور الكيو بتاعته بتغزي الحمل بتديله الكيو اللي هو عايزها وكمان بتبعت للمصدر بتبعت للسورس فاحنا ضيفين كباستور بيعمل انجيكشن بيعمل حقن للرياكتف باور في الشبكة بتبقى قيمتها بالنيجاتف يعني عشان ايه يقلل في قيمة الكيو طيب لو احنا جينا عملنا هنا ده الكيو ال وده الكيو جام لو جينا عند النقطة دي كده شبابه عملنا زي نود للطيار كده بس للكيو هات هنقول ان الكيو لجا من السورس كيو اس ايكوال كيو ال بلاس كيو جام تمام في الحالة اللي فاتت كان الكيو اللي هو هو الكيو اس لان ما كانش فيه مكسف دلوقتي بقى فيه مكسف فبدأت تظهر ماشي كده طيب فبتدخل بالسالب فبتقلل الكيو اللي انت بتاخدها من الشبكة طب ماشي احنا بس انا بقولي كلام ده عشان تبقى فاهم ايه الكيو جاما دي هي الرياكتف بار اوف الادد كومبنسيتر يعني الكيو بتاعت الكاباستر اللي انت حطيته امه ليه الكيو اللي دي؟ دي بتاعة الحمل وزود كومبنسيتر يعني دي بتاعت الحمل ام ما نوش دعوب لكمبنسيتر امه ليه الكيو اس دي? دي المفروض ان الكومبنسيتر الجديدة بعد محطيت قصد الكيو الجديدة بعد محطيت كومبنسيتر تمام هيجي في نفس المسألة ويقولك تبهت لي بقى الفي شوف الفي حصلها ايه بعد ما انت عملت كومبنسيشن هنكتب نفس المعادلة اللي ورا تاني نفس المعادلة تمام بس هي معادلة شبيرة نفس المعادلة هو كل اللي هتستبدله ايه مش انت عارف دلوقت انه الكيو ما بقتش كيو ال ده بقت كيو اس هنشيل الكيو ال دي من المعادلة ونسميها كيو اس تمام ونسميها كيو اس تمام انت دلوقتي امتحطت كومبنسيشن فالكيو بتاعتك بقت اسمها كيو اس واحنا في الحالة دي هنروح ندور على الكيو اس عشان نعرف انت محتاج كيو قد ايه ككباستور عشان تحسن الفولتج عشان تخلي الفولتج ثابت زي الشبك يعني هنا عندنا معلومة مهمة ان ال اي سيفن هتساوي ال في فيبقى عند ال في معلوم وده معلوم وكل حاجة معلومة معادة الكيو اس نجيب الكيو اس وانت معاك من قبل كده الكيو ال تقدر تجيب الكيو جاما بتاعت الكباز ده تمام كده احنا خلي بالك احنا بنبص للمسائل اللي بالشكل ده من وجهة نظر مرتين يعني بنبص لها من ناحيتين ناحية بيبقى عايز يحسن في الجهد فهو هنا لما ضاف الكيو اس هتلاقيه في المسائل بيقولك انا ضفت الكيو اس دي عشان يخلي لو انا مديك ده بعشرة فالفي اللي عند الحمل بقى بعشرة يبقى انا مديك جيفن ببلاي شو احسيب للكيو اس وانت معاك كيو ال هتلي كيو جاما يبقى احنا دلوقتي بنبص من وجهة نظر الجهد تمام فهنت هنا عامل حالة مثالية يعني انت عامل ان الفي اس بتساوي الفي آر او الاي سيفنان بتساوي الفي بتاع اللوت طب قالك احنا ممكن نبص من ناحية تانية وده رقم تلاتة ان احنا نبص من ناحية تحسين البار فاكتور تمام تحسين البار فاكتور تحسين البار فاكتور لو احنا عايزين نعمله يونيتي بار فاكتور ما هو يونيتي بار فاكتور يعني انت مش هتاخد حاجة اصلا من من السورس انت مشكلتك كلها في الكيو اللي انت اوخدها من السورس هي اللي عمالها تعلي وتوطي في الجهد فلو انت خليت البار فاكتور بواحد فاوتوماتيك الكيو بصفر صح ولا ايه لان الزاوية دلوقتي بصفر فالكيو هي اس صين صين صفر بصفر بل الكيو اس هتبقى بصفر تمام فهتعمل ايه هتيجي عالمعادلة بتاعتنا اللي كانت كبيرة قوي دي وتعوض عنها عن الكيو بصفر هتطلع المعادلة بسيطة خالص ماشي كده وهتروح تجيب لي برضو الجهد في الحالة دي عامل ازاي طيب لو انت رحت مثلا حسبت الكيو جامل رحت جيبت الكيو جامل اللي بتاعت المكسف ولقيتها اه مثلا يعني اقل من الكيو لوت تمام لو لقيتها اقل من الكيو لوت لو الكيو لوت مثلا بمية ميجا فار وانت حطيت كاباستور مثلا تمانين ميجا فار ايه اللي هيحصل كل اللي هيحصل ان المكسف هيدي التمانين بتاعته كاملين للحمل الحمل عزمية طب ما هلسه محتاج عشرين هيبدأ يخدهم منين من الشبكة طب افرد مفيش مكسف الحمل هياخد المية كاملين من الشبكة وطبعا هو بيحاسب عليها طب افرد الكيو جاما كانت بتساوي الكيو لوت يعني المكسف اللي انت حطيته بريتنج فار قد اللوت بالزبط خلاص هيديله الفار اللي هو عايزه وبالتالي مفيش اي كيو هتروح من الشبكة للحمل تمام كده طيب لو الكيو جاما اكبر بقى دي الحالة اللي هي يعني فوق المثالية كمان لو الكيو جاما اكبر من الكيو ال هتلاقي ان الكومبنسيشن الكاباستور اللي انت حطيته ادى مثلا اعتبر ان الكيو بتاعت اللود مثلا بمية زي ما اقول تمام وانت جبت كيو جاما مية وعشرين فالكيو جاما هتدي الكيو بتاعتها للمية هتدي مية من المية وعشرين بتاعتها لللود طب العشرين بقين هروح فيه هيروح للسورس ما انا قلت لك ان الموضوع ده بيدخل بالنيجاتيف يعني بتانجكت الكيو بتحقنها في الشبكة كده ده يسحب مية والبقى يروح عشرين للايه للسورس وساعتا انت بتكون في حالة الليد بار فاكتور الليد بيحصل في الموضوع ده تمام طيب ترجمة نانسي قنقر